أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن دعم القطاع الصناعي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة وفق خطة تركز على القطاعات التي تزيد من الصادرات المصرية للخارج جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستعراض مقترحة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات حيث أطلع رئيس الوزراء على أبرز محاور تنفيذ البرنامج وأشعر إلى أنه يستهدف تحقيق زيادة جوهرية في الصادرات باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وقاطرة النمو لصناعات وطنية ذات قدرة تنفسية في الأسواق العالمية وأضاف رئيس الوزراء أن مقترحة البرنامج يقوم على منح المصدرين نسبة المساندة الأساسية التي تتحدد وفقا لنسبة المكون المحلي للمنتج المصدر بالإضافة إلى أن نسبة إضافية تم وضعها لتحفيز الصادرات إلى أسواق جديدة أو التوطن في المناطق الجغرافية الأقل نموى في مصر مثل الصعيد والمحافظات الحدودية